مورد أساسي ووفي بالتزاماته هكذا وصف الاتحاد الأوروبي الجزائر التي استطاعت توفير إمدادات الغاز اللازمة وفي التوقيت المحدد لعديد البلدان الأوروبية خصوصا بعد أن توسعت حصتها التصديرية لتشمل دولا جديدة في وسط وشرق أوروبا الجزائر شريك مستقر ومورد رئيسي لعديد الدول الأوروبية خاصة تلك المطلة على البحر الأبيض المتوسط ستظل كذلك خلال السنوات القادمة علاقة الشراكة الطاقوية بين الجزائر والقارة العجوز تعسزت بلقاءات حوار على أعلى مستوى كان للجزائر فيها دورا أساسيا ومحوريا بكونها تضمن الأمن الطاقوي لعديد البلدان الأوروبية تعاوننا في مجال الطاقة أساسي للغاية هناك عدة دول أوروبية تعتمد بشكل أساسي على الغاز الجزائري أذكر هنا إيطاليا وإسبانيا وحتى فرنسا ومؤخرا أيضا سلوفينيا كان هناك الكثير من اللقاءات الثنائية بين الاتحاد الأوروبي والجزائري لتعزيز مجال التعاون أخرها لقاء عالي المستوى الذي أشرف عليه المفوض الأوروبي لشؤون الطاقة كادري سيمسون سنواصل هذه اللقاءات مستقبلا القارة العجوز تعترف بجهود الجزائر في الوفاء بتعاهداتها التعاقدية الخاصة بالغاز الطبيعي بكونها أحد أهم شركاء الأكثر موثقية ضمن علاقة تاريخية مقبلة على محطات أخرى من التطور والتوسع على إثر توقيع دول أوروبية صفقات جديدة لشراء الغاز الجزائري